أعطيكم العافية خلينا نكمل حل Problems بموضوع Terminacy خلينا نشوف أول Truss معنا إن شاء الله بدنا اليوم نحل سبع Problems لحتى نكون حلينا على جميع الأفكار وجميع أشكال Truss اللي ممكن يتواجهنا تمام أول Truss خلينا نوجد أول إشي الر عندنا هون Ben Support علي 2 Reactions وهون Roller Support علي 1 Reaction 2 1 1 2 3 عدد البارز خلينا نحسب الخارجيات بعدين الداخليات هون 1 2 3 4 5 6 فهو ليس فاصل إياهم هاد منبر كامل وهاد منبر كامل ما في انتيريار هنج هون لو كان في عندنا انتيريار هنج هون كان عدينا هادول 4 منبر لكن لا مش فاصل إياهم يعني كل منبر لحال مش متصلين ببعض معناته هاد منبر كامل وهاد منبر كامل 7 8 9 10 11 هون نفس السالفة طيب نمبر بارز يساوي 11 نمبر جوينز نمبر جوينز شو يساوي عندي هاي 1 2 3 4 5 6 نمبر جوينز يساوي 6 خلينا نشوف عدد المجاهيل بي زائد R B 11 و R 3 14 عدد المعادلات اللي هي 2 ضرب ج 2 ضرب 6 يساوي 12 لاحظ عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات إذن هادل ترس indeterminant to which degree to second degree لسي second degree تطرحهم عدد المجاهيل ناقص عدد المعادلات 14 ناقص 12 يساوي 2 إذن هادل ترس indeterminant to the second degree طيب and stable طبعون ليش stable لأنه سببين عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات وعننا ما عنا كيس of instability اللي هي parallel reactions إنه في توازي بالreaction جميع الرياكشن متوازيين أو concurrent reactions جميع الرياكشن بلتقوا بنقطة معينة فبالتالي بصير عنا moment instability بهذيك الكيس إنهم هدولة شرحناهم بالمحاضرة الأولى بالdeterminacy فيك ترجع لها لحتى تشوف الكيس بالتفصيل تمام نشوف الترس الثاني عندنا 2 roller و pin support الرولر هاد بيعطيني one reaction وهذا one reaction البن هاد تعطيني two reactions هيك عندي number of reactions يساوي 4 طيب number of bars نحسب الخارجيات أول إشي لاحظ هون فاصلي هذا المنبر حاطت لي هون منبر وحاطت interior hinge فصار عندي هاد منبر وهاد منبر وهاد منبر تمام هاي سبعة هاد حكينا منبر تسعة عشرة 11 number of bars يساوي 11 طيب number of joints شو يساوي هاي واحد هاي اثنين عامل اللي انتيريار هنش هون هاي ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة number of joints يساوي سبعة طيب نوجد عدد النونز بي زائد R number of النونز بي زائد R 11 زائد 4 بي 11 والار 4 يساوي 15 عدد المعادلات اللي هو اثنين ضرب الجوينتز اثنين ضرب سبعة يساوي 14 اوكي 15 اكبر من 14 اذا لترس انتيرمنت توش دي جري توفيرست دي جري and stable اوكي نشوف البروبلمز اللي بعد اوكي طيب عدد البارز نحسب الخارجيات واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة نحسب الداخليات اي تمانية تسعة عشرة احد داعش ما في انتيرير معناة هاد منبر كامل وهاد منبر كامل داعش اطناش عدد البارز يساوي اطناش عدد الجوينتز هاي واحد اين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة الجوينتز يساوي سبعة اوكي نشوف النمبر of unknowns شو معدد النمبر of unknowns B زائد R B 12 وال R 3 12 زائد 3 يساوي 15 طيب النمبر of equations 2 ضرب عدد الجوينتز 2 ضرب 7 يساوي 14 لاحظ عدد مجاهي اكبر من عدد المعادلات اذا trust indeterminant to which degree to first degree ليش لانه 15 ناقص 14 يساوي 1 to first degree طبعا trust stable ولا unstable stable لازم هيك تشيك اخر اشي على trust تشيك سريع هيك بمخك هل هو stable ولا unstable بتشيك على البر reactions هل reactions اللي عندك support reactions هل كلهم توازيات parallel عندك parallel reaction case او اذا عندك concurrent reactions اللي هي امتدادهم بلتقوا بنقطة واحدة يعني somewhere here ولا here بصير عندنا moment instability فبالتالي عندي هاد trust stable طيب نشوف لترس الثاني هاد لترس نطلع الsupports conditions عندنا هنا pin support عليها two reactions الرولر عليها one reaction اذا صار عندي الر يساوي عندي ثلاث طيب number of bars B خلينا نحسب الخارجيات بعد نروح للداخليات واحد نئة ثلاث أربعة خمسة هي ستة سبعة لاحظ هون فاصل ليهم interior hinge معناته تمانية تسعة عشرة عدد البارز يساوي عشرة عدد الجوينت شو يساوي نعد واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة نشوف اذا عندنا interior واحدة جوينت واحد هي سبعة عدد الجوينت يساوي سبعة طيب عدد المجهيل نوجد number of unknowns b زائد r ال b عشرة وال r ثلاث عدد المجهيل تلات عدد المعادلات number of aesthetic equations to 2 ض j يعني 2 ض 7 يعني 14 معادلة عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل مباشرة structure unstable ليش لأن عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل لا ما بنفعل هيك يكون عندي trust unstable ما في عدد من الممبرز او عدد من support reaction كافي لحتى يؤدي هذا trust وظيفته اللي هي اهمها يكون stable طيب نشوف two truss اللي بعدهم تمام اوكي هسا ركز معي عدد reactions بهذا truss roller support عدد بارز بالترس تمام لاحظ انه جميع الممبرز الداخليات مش مربوطة ببعض مش حاطط الانتيريار هنجز فبالتالي يعني زي هذا ممبر كامل من هون لهون تحسبه ممبر واحد هذا ممبر كامل من هون لهون تمام وزي ما اتفقنا بالفيديو السابق عشان ما تتخربط بالحسبة بتحسب الممبرز بتعدهم من فوق تمام يعني خلص بتوحد حسبتك بتعد هاي واحد ثلاث اربع لانه كل واحد كل بداية ممبر تقابله نهاية تحد اوكي يعني عدد يعني لو توحد العد من فوق هتكون هيك ابسط ويكون يعني نسبة الارور عندك اخف بكثير طيب خلينا نعد الممبرز المحيطيات بالاول واحد اتنين ثلاث اربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اتناش نعد الداخليات خلينا نعد من عند البدايات مع التوب كورت لليترس تلات اربع تاش خمس ست تاش سبع تاش تمنتاش تساتاش عشرين هيك منكون حسبنا جميع البرز الداخليات تمام بي يساوي عشرين عدد الجوينس بهذا لليترس واحد اتنين تلات اربع خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تاش اتناش جي يساوي اتناش خلينا نشوف عدد المجاهيل عدد المجاهيل شو يساوي بي زائد ار بي عشرين ار ثلاث عشرين زائد ثلاث يساوي ثلاث وعشرين عدد المعادلات number of equations شو يساوي اتنين ضرب جي في حالة الترس طبعا معادلة المعادلات معادلة المجاهيل تختلف اذا كان عندك فريم تختلف قطعيا ثلاث ضرب جي ثلاث ضرب اتناش يساوي 24 لاحظ عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل اذا الترس مباشرة طبعا هكذا حسمنا موضوع هذا الترس لما يكون عندك number of equations اكبر من number of norms unstable structure بيكون عندك اوكي نشوف هذا المنبر الترس عدد number of reactions عندي هنا bin support to reaction عليها وبرضو bin support عليها to reaction صفة عندي الار يساوي 4 عدد المنبر هاي انعتهم بشكل سريع 2 3 4 5 6 لاحظ هدول التور المنبر الداخليات مش فاصل اياهم interior hinge معنات هاد منبر كامل وهاد منبر كامل عندي البي يساوي 80 number of joints هي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة number of joints يساوي ستة طيب بي زائد ار تمانية زائد اربعة number of annons يساوي اتناش number of equations اتنين ج اللي هي اتنين ضرب ستة برضو اتناش اتناش 12 يساوي 12 اذا الترس is determinant and stable اوكي parallel reaction اوكي هذا الترس externally unstable لاحظت جميع support reaction باتجاه واحد parallel يعني اي force ييجي على trust بهذا الاتجاه مثلا لو اجا لوت زي هيك مركبتين وفقية وعرضية هين مركبة الوفقية هتحرك لي لترس لانه ما في اي نوع من مقاومة لل support بالاتجاه الوفقي فبالتالي ما في داعي تفوت بحسبة عدد الرياكشن وعدد الممبر وعدد الجوين مباشرة مباشرة this truss is unstable externally unstable ليش لانه عندي parallel reactions تمام الكيس اللي هي parallel reaction case of instability والcase of instability يائما parallel reaction يائما concurrent reactions concurrent reactions اللي هي مثلا عندنا اترس بهذا الشكل تمام عندنا مثلا هون رولر مائل بهذا الشكل وعندي هون مثلا كمان رولر وعندي هون بالنص رولر هدول مائلين اوكي وهات normal مش مائل لكن امتدادهم بيلتقي somewhere here تمام فبالتالي لو يعني هدول الرول تبعهم ما بيسبب اي مقاوم للمومنت حوالين هاي النقطة فاي force ييجي على هاد الترس ما بيمر بهاي النقطة هيسبب لي moment instability وحيلف ترس هيك رأسا على عقبة هاي هي ال concurrent reactions هيك مكون حلينا كمية كبيرة على موضوع ترس سوريا على موضوع ترس موضوع ترس اتمنى تكون مستفدوا من الفيديو ان شاء الله الفيديو قادم هنبلش بال بيم اناليس كيف نرسم الشير دياغرام و المومنت دياغرام وكيف نوجد ال البيم وكيف لما يكون داخل البيم interior hinge كيف نتعامل مع البيم ان شاء الله تكونوا استفدتم لا تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة وتعملوا شير لهاي السلسلة مع دفعتكم لما لاكم المزلين المادة نشوفكم في فيديوهات قادمة ويعطيكم ألف عفو